أن يدفع جيش الاحتلال بوحدة من جنود المشاهدة ليس بالأمر السهل وبالتالي يوحي لنا بأن حجم السنفار وحجم التهديد يبدو واسع أحمد الكتيبة 13 مشاه من لواء جولاني هي التي تم اختيارها وذلك لتعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة المحافية للحدود اللبنانية هذا القرار الذي جاء من القيادة العسكرية الإسرائيلية وذلك كخطوة احترازية في حال كان هناك رد من قبل حزب الله اللبناني على مقتل عدد من عناصره نتيجة غارة إسرائيلية قبل عدة أيام في محيط مطار دمشق الجيش الإسرائيلي رغم أنه لم يرفع حالة التهب لحالة القصوى حتى المتوسطة ولكن رفع حالة التهب إلى ما يسمى باليقفة العامة كان هناك تدريبات عسكرية مناورة عسكرية خلال هذه الأيام حتى هذه المناورة تم إيقافها وذلك للسماح للقوات العسكرية الإسرائيلية لإتمام تجهيزاتها في المنطقة المحافية منطقة الجولان أيضا تم إيقاف كل الطلعات الجوية المدنية وذلك تحت إطار بأن هناك استعدادات ولكن أيضا هذا المنع جاء قبل أسبوعين وذلك نتيجة المناورة العسكرية التي جاءت بنفس الوقت الذي كان هناك تلك الضربات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق داخل سوريا القيادة السياسية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق حول هذا الموضوع وترك الأمر للقيادة العسكرية التي أيضا طلبت من عدد من المتنزهين الإسرائيليين عدم الاختراب كثيرا من الحدود وذلك خشت أن يتم استدافهم بصوريخ كورنت كما رأينا في العام الماضي عندما كان هناك توتر للأوضاع الأمنية بين حزب الله وبين إسرائيل رغم أنه منذ عام 2006 لم نشت توترا عسكريا بين الجانبين في تلك المنطقة الحدودية باستثناء تلك الحادثة الوحيدة وكل العمليات العسكرية التي يتم العمل عليها إما تتم في المناطق الخاصة بالأراضي السورية أو الاستخباراتية يعني كل فترة نسمع عن القاء القبض على خلية من قبل حزب الله للتجسس داخل إسرائيل أو في المقابل نسمع عن خلية تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية الموساد داخل الأراضي اللبنانية بالتالي معركة استخباراتية أكثر ما هي معركة عسكرية على الأرض ترجمة نانسي قنقر